موسيقى بسعدنا يكون معانا ستة مية بدل رئيسة جمعية تنمية المرأة الأردنية للصم والستة يارا العارضة مترجمة لغة الإشارة لنحكي عن مهرجان الفن التشكيلي العربي الثاني للصم أهلا وسهلا فيك ستة ماء بداية نحكي عن الجمعية جمعية تنمية المرأة الأردنية للصم لو سمحت هي بتقول هذه أول جمعية تأسست بالأردن والوطن العربي خاصة بالمرأة الصماء والجمعية تأسست من 2009 هذه الجمعية بتوفر الحقوق للمرأة الصماء وبرضو بتطورها وبتعملها وعي ودمج بالمجتمع والجمعية كمان بتعملها برضو وعي بوعي الثقافة وبتعمل لها دمجها بالمجتمع لأنه هذا كتير مهم غير هيك الجمعية بتخلي المرأة الصماء تعتمد على نفسها عن طريق الأشغال اللي بتنتجها بالجمعية وزي ما قلتلك أنه هذه أول جمعية بالأردن والوطن العربي خاصة فقط بالمرأة الصماء والجمعية هي تقريبا بس من 2009 لليوم طيب إذا بدنا نحكي قديش عدد المنتسبين للجمعية من 2009 كان عدد البنات بالزبط 11 صبية هلأ ب2014 تقريبا صاروا 175 منتسبة بالجمعية وكلاتهم منتجين و الكل بتقولوا كلهم حتى يعني في منهم منتجين في منهم منتجين لأشغال يدوية في منهم للدورات في منهم يعني كل قسم لحال كتير امي نحكي عن المهرجان الفني التشكيلي العربي الثاني للصم ولكن بداية أسألكم أصداء المؤتمر الأول اللي كان العام الماضي هي بتقول المهرجان اللي كان قبل اللي هو العربي اللي قبله كان بيحكي عن المسرح عن المسرح الصامت كيف ممكن إذا كان صامت بيكونوا هم الصم فاهمينه فكان الفكرة أنه ندمج المجتمع المحلي عن طريق الصم وإيش بيحسوا الصم بهذه المسرح أو لما بيعملوا هيك يعني مسرح وهي كانت زي مسابقة يعني أول شي ضمنت أوراق عمله ومؤتمر وثالث يوم كان مسابقة فيها جائزة أولى وتانية وتالتة وكانوا كل المسرح للصم بس طيب لكأن السنة هاي شو رح يكون فيه إشي جديد بهذا المهرجان هذا المهرجان مهرجان الفني التشكيلي هو بهدفه أنه الألوان الفاتحة والغامقة أو فيه ألوان أساسية بتعبر عن نفسيات الصم إذا مثلا هو فيه لون معين بيخليه يكون مبسوط أو زعلان أو ممكن إذا كان هو مثلا غامض ممكن تكون فيه ألوان يعني تكون بالضبط مميزة لإله فهي بتقول أنا كتير سافرت على بلاد بره كتير وأكتر شيء الصم صراحة اللي بيعبره عن نفسياتهم عن طريق الصم عن طريق عفون الرسم فهي بتقول مثلا إذا كان فيه مشكلة وما عرف أنه الأصم يعبر هو بممكن أنه يعمل إشي بالذات بالرسم بيعبر عن نفسيته وعن شعوره وإيشهه بيحس هل هناك من الفنانين المشاركين معكم الصم مبدع يعني حتى على المستوى الوطني العربي هي بتقول موجود هي حتى بالأردن أو بالوطن العربي في مشاركين فنانين صراحة رح يشاركوا معنا إن شاء الله بالمؤتمر ورح تكون فعاليات المؤتمر أول يومين أوراق عمل وفيه عنا ثالث يوم أو بدنا نقول سوري بنفس اليومين اللي هو مسابقة للرسم وفيه عنا استمرارية لمبادرة السياحة للجميع اللي هي السياحة بلغة الإشارة السياحة بلغة الإشارة هذا موضوع كتير مهم فكيف رح تفعلوه؟ هي بتقول مثلا بيكون فيه مثلا زي دليل سياحي بيكون موجود مترجم لغة إشارة قبل بتقول إنه السياحة كانت مش بس يعني زمان ما كان الصم يعرف الآثار ما كان يعرف ليش وكيف هلأ صار مثلا كل شي يتوفر مدام فيه مترجم بقدر يساعد الصم هي بتقول حتى إنه المرة هاي متجهين لحمامات معين علشان لما بينزل المي من الشلال لحد ما ينزل على الأرض كيف بيكون لونه لأنه فيها حتى لوحات فنية فهي بتقول إنه يعني حتى ممكن إنه فيه يعني البعض من الفنانين حابين يرسموا هناك لوحات فحبينا ناخدهم على منتجة حمامات معين من من الدول العربية مشاركة معكم في هذا المهرجان في دول الخليج تقريبا من السعودية القطر لكويت فلسطين في كمان عنا في سعودية والكويت وقطر وتركيا وفي عنا من فرنسا وفي عنا من المغرب وفي عنا من الجزائر هي مشاركة عالمية مش بس عربية الحمد لله طيب مشاركين اللي حكونوا مشاركين على مستوى جمعيات أم على مستوى أفراد هي بتقول يعني هو بخاص للصم فهو شامل إنه سواء أفراد أو سواء جمعيات أو أندي للصم بتقول إنه يعني إحنا تحت راية هاشمية واحدة فنحنا كلنا إيد واحدة كثير حلو طيب بتتعاونوا مع الجمعيات بتتبادلوا أراء بتتبادلوا يعني أي إشي هيك في خدمة ما يخدم من مجتمع الأصم هي بتقول هذا طبعا إشي طبيعي وفي حتى معظمهم من الجمعيات والأندي أو المراكز الصم بيجوا بتطوعوا في الجمعية ويكون لهم دور فعال معنا مشاركة الأصمة معاكم في المهرجان وخصوصا من عرض منتوجاته وهذا يعني بيؤدي لبيعه وإراد إضافي لإله بيحسم المستوى معيشتو وقديش أنتو بتسعوا لهذا الموضوع تشجيعهم يعني هي في الجمعية أصلا في الجمعية هي في الجمعية يعني بيعملوا أكسب سيريز بيطارزوها يعني كل الهاند ميدي بيشتغلوا حتى عن طريق الجمعية بيكون في بيع وإراد للمرأة الصماء علشان يكون فيه اعتماد لإلها ويكون إلها مصدر دخل فحتى عن طريق المعارض أو المؤتمرات أو البازارات كله بينعرض أشغالها ويكون في إلها زي رايع عن طريق المعارض اللي هي الجمعية بتشترك فيهم بتقول إن شاء الله عن قريب حابة إنها تعمل دورة لما بيعرفوا يرسموا دورة رسم علشان المرأة الصماء تكون متمكنة من الرسم يارى ست ميهي بتكون والدتك مزمو قديش هذا الحكي يعني أنت تقعد ومبسو أول ما دخلت عرفت عن حال أنه أنت بنتها قديش هذا الحكي لازم نحن نزرعه في الناس اللي ما يكون في عندهم ثقافة أنه يتخجل أنا وأنا صغيرة أنا متعودة على ماما وبابا لأنهم التنين ما بيحكوا يعني طول عمري وأنا في المدرسة أو أنا مع صحباتي دائما يعني فخورة في ماما وبابا وصراحة ورفع رأسي كثير فيهم وذات بشغلها هلأ وفي الجمعية ويعني كثير تطورت الجمعية بوجود ماما لأنها هي الرئيسة فصراحة كثير مبسوطة وفخورة وأكيد ما بنسى داعم بابا لإلها وللجمعية فشكرا لإلهم وأنت قدام صحابك بتكوني عادي يعني ما عندك أي طبعا أنا دائما فخورة فيهم الحمد لله وكل أخواتكم أنت يعني أخواتك كلنا أحنا بنحكي في البيت كلكم بتحكوا لغة الإشارة لازم علشان نتواصل مع ماما وبابا كثير حلو عن جد برافو عليكم شكرا يمكن حتى هذا الإشي بخلي غيركم يعني ما يستحي أنا هذا هي الثقافة إنه واحد يخجل إنه عنده في ناس عندهم يعني الحمد لله أنتوا لا طبعا الحمد لله يكون عندهم إعاقات معينة بيخجلوا فيها أنتوا أبدا يعني هي حتى ماما طول عمرها وإحنا صغار هي دايما بتقول لي إنه أنا الحمد لله ما بسمع ويعني ما بسمع وما بحكي بس أحسن من ما أكون إني فأدي نظري أو إني أكون في شي بدماغي الحمد لله إني بمشي وبشوف والسماع والنطق مش إشي مهم الحمد لله الحمد لله طبعا أنت رح تكون المترجمة في الأحدى المترجمين أكيد طبعا أنا لازم أكيد طبعا متمنى لكم كل التوفيق طبعا هي حابة توجه شكر طبعا طبعا هي بتوجه شكر لكل من صراحة دعم المؤتمر وساعد في إنجاح المؤتمر وكتير مبسوطة أنهم صراحة كتير بيدعموا الجمعية لأنه هذه الجمعية أول جمعية مثل ما قلت لك بالأردن بوطن العربي خاصة بس في المرأة الصماع ويعني الحمد لله كل الدعم الحمد لله متوفر ودايما بتشكرهم وطبعا أكيد ما بتنسى أنه تشكر الرئيس الفخري رجل أعمال أستاذ علاء الدين ديرانية وأكيد بتشكر والدي على أساس كتير ساعدها ووقف معا دعم الأول طبعا بتقول شكرا لإله كتير وشكرا لإلكم وشكرا أنه استضف صراحة رؤية استضفتنا شكرا لإلك شكرا لإلك صراحة تشرفنا فيكم دنيا دنيا برنامج جميل ونشكرهم كتير وكل المشاهدين اللي شفونا اليوم شكرا لإلك لكن بداية خليلا نذكر المؤتمر حيكون المهرجان حيكون بكرة بكرة إن شاء الله ساعة عشر الافتتاح في غرفة تجارة عمان في شمي ثاني إن شاء الله كل التوفيق لإلكم شكرا لإلكم شكرا لإلكم